اللهم نورين المكان الله يحييكم يبقيكم يا هلا وسهلا معاكم عبدالله راشد بن مرزوق الدهماني واسم الشهرة الكل يعرف بوسعود الدهماني هذا المزاد مزاد صنف الله يسلمك يصير فيه كل سنة مرة وحدة نعم يصير فيه كل سنة مرة وحدة وفيه مزادات شهرية طبعا شكل اسبوعي بعد مش شهري نعم بس المزاد هذا يختلف هذا فيه حلال من أفضل السلالات من كل سلالة ينزل أفضل المستويات يعني تكون شيء يعني واقف الكلام عنه نفس ما تقول صنف الصنف يعني نحن بعامة لغة هل الحلال نعم والحمد لله الشباب طبعا هذه وقفة من الشباب جميعا نعم حضوري طبعا عندنا الحضور ما شاء الله بقولك يعني من أغلب دول الخليج من عمان من الكويت من قطر بتشوفونهم اليوم بعد موجودين من الأردن يا ينا نعم لا الحمد لله ومن كافة أنحاء الدولة يعني عندنا من بوظبي وانت طال على رأس خيمة بتلقاهم كلهم موجودين تحت منصة وحدة السلالات اللي موجودة اليوم الله يسلمك هي الصلالي والصومالي والبورقوت ومشتقاتها من الكلاهاري من الجيشي نعم وكلها ألوان ومستويات قمة نعم يبدأ المزاد بعد صلاة العشاء مباشرة مرة نخلص صلاة العشاء ونبدأ المزاد طبعا شغال لايف تكتب مزاد لمناعي كذا يطلع عندك يشتغل لايف وحضوري فيه من الشباب يحضرون لكن المزادات الصنف هذه لا يحضرون من كل دول الخليج والدول العربية تغريبا يعني نعم والحمد لله الأمور على ما يرام وأحسن ما تقول يعني اللهم لك الحمد شروط المزاد الله يسلمك أن يكون الحلال نظيف ومفحوص وجاهز للعرض نعم أي كلمة أنت يبايع تتكلمها في الحلال مثلا هذي عشار هذي كذا كلها محسوبة عليك نستلم المبالغ نخليها عندنا سبوع يفحص الشاري وبعدها يستلم بعد السبوع يستلم البايع مبالغة هذه عشان الجراءات الفحوصات والأمور كذا نعم أن ما يستلمها البايع مباشرة لا تتم عندنا سبوع حنا نقطة توصل بين البايع والشاري اسمي مصطفى محمد المرزوق أبو محمد من المملكة العربية السعودية من منطقة الشرقية تحديدا وجينا هنا طال عمراك إلى المزاد المميز هذا اللي كل مرة قاعد يتطور للأحسن والأكثر تميز دائما في البلدة هذه الله يزاهم خير واقبالهم ما شاء الله عليهم الله يزاهم خير اللي يجدبنا ويشجعنا هو اقبالهم نعم وتعودنا دائما بشراء الحلال نجلب الحلال للسعودية من هنا نطور فيه الحلال في السعودية حلال مميز وعدة أمرار والله جينا ممكن المرة الخامسة أو السادسة أجيهنا والحمد لله كل مرة نتوفق فيها ونحظو بالحلال الزين الحمد لله ربنا